وفي نفس الإطار قال محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري قال إن اعتراف إسرائيل بسيادة المهرب على الصحراء ينضاف إلى سلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية الصحراء بفضل الرؤية الملكية رسالة التي توصل بها صاحب جلالة نصر الله طرف رئيس وزراء دولة إسرائيل والتي المفاد بها قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة الشريفة على الصحراء المغربية هذا القرار الذي نشيد به والذي ينضاف إلى سلسلة القرارات والانتصارات الدبلوماسية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية دبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة بفضل رؤيته الحكيمة وتقديره الجيد للتحولات الدولية وكذلك الآثار جيوستراتيجية خاصة ما يهم الدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومحاصرة خصوم الوحدة الترابية الذين يزرون الخيباتة والأخرى نحن في الاتحاد السوري كالرحبو بطبيعة الحال بهذا القرار اللي هو الاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه هذا الاعتراف سيعزز ملف الوحدة الترابية دينا داخل المنتظم الدولي ترجمة نانسي قنقر